ما لا يقل عن 687 قرص مضغوط يحتوي على 928 ساعة من الشهادات والمحطات التاريخية عن الثورة المضفرة المنقولة من كل مناطق الوطن تسجيلات أصلية وذات قيمة تاريخية سلمت الإذاعة الجزائرية إلى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة المخلد لمجزر الثامن مايي 1945 ها هي اليوم الإذاعة الجزائرية تجسد أهم بند في روح ما وقعته مع وزارة المجاهدين وذوي الحقوق برعاية كريمة من طرف السيد وزير الاتصال وضمن المصار السيادي الذي أطلقه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتقديمها لهذه الهبة العزيزة والغالية وذات القيمة الإعلامية والعلمية الثمينة الشكر موصول إلى كل الذين ساهموا في هذه المجهودات حتى تقدم إلى وزارة المجاهدين تكريسا للاتفاقية التي وقعت بين وزارة المجاهدين وذوي الحقوق والإذاعة الوطنية تمنى لهذه اللحظة اتفاقية وأيضا تجسيد هذه الخطوة الملموسة بتسليم هبة من مديرية العامة للإذاعة إلى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق كتسجيلات صوتية حول شهادة مجاهدين بشتكون قدوة لمؤسسات أخرى أن نمرر هذه الرسالة أن المادة الخامة في متناول الباحثين وطلبا هذه الخطوة ملموسة ونثمنها وزير الاتصال بدوره دعا الشباب للاستلهام من تضحية الشهداء الأبرار لرفع التحدي واستحضار تاريخ الجزائر المجيد بمناسبة هذا اليوم يوم الوطني للذاكرة ولازم نقتنم هذه الفرصة بالشبابنا نرصح في ذهنه تاريخ الجزائر والذاكرة لكي تكون عنده قدوة القدوة هي تضحية شهداء الأبرار هذه هي القدوة التي تكون عند الشباب بتاعنا إن شاء الله اليوم ونتجهد ونبدل أكبر وأكثر المجهودات لكي تكون هذه الذاكرة والتاريخ الجزائري العظيم والمجيد لأن التاريخ هذا لو كان عنده دول أخرى يفتخروا به افتخر كبير جدا الاحتفالية التي نظمت بالنادي الثقة في عيسى مسعودي بالإذاعة الجزائرية كانت فرصة لبث شهادات حية ووثائقيات تاريخية واستعراض ما حققت الجزائر في هذا الملف عبر مختلف القنوات الإذاعية الوطنية ترجمة نانسي قنقر